الثبات على الهدف هو سر نجاحها وعشقها للكتابة رغم صغري سنها ولد لديها العزيمة والإصرار لتطوير نفسها لتتوج بلقب أصغر كاتبة مقدسية فلسطينية هذا اللقب منحني أستاذ إبراهيم جوهار هو كاتب مقدسي فهو على درية همه بمحيط القدس لذلك منحني هذا اللقب ما بعرف أمتى اكتشفت هذا الإشي بحس الحروف من ولدت معي وأنا نوردت معها وعلى رغم من عدم تبني أي دار نشر كتابة شوشة إلا أنها أصدرت كتابين في المرحلة الثانوية بعنواني على عاتقي ومسنة في عقدها العشرين ما كان فيه ولا دار نشر تتبناني لحد اليوم فأصدرت كتابي الأول على نفقة خاصة وكتابي الثاني مدرستي ساهمت مع إدارتي الحي مع أستاذ علي أيوب ساعدني بنشر كتابي الثاني وعن إصداراتها المستقبلية أكدت شوشة بأنها بصدد العمل على إصدارات جديدة في الوقت المناسب فما زال قلمها يخط حبره لن أستسلم فثقافة الاستسلام لم تكمن في حضارتي تقول أصغر كاتبة فلسطينية مقدسية